بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس اليوم سنتعرف على اه مكون اخر من مكونات الكمبيوتر اركتكتر وبالتحديد من مكونات السي بيو وهو ما يسمى بالريجيسترز. يعني بعد ما درسنا في المرة السابقة الاي اليو او وحدة الحساب والمنطق. اليوم راح نتعرف على اه ما هم كيف يصنعه اي الاخر. ما هو ريجيستر؟ ريجيستر بالحقيقة هو عبارة على مجموعة من او وسيلة تخزين يعني هو هدف تعه هو تخزين البيانات او تخزين معلومة معينة. على سبيل المثال نستطيع ان نتخيل انه هذا هو ريجيستر مثلا اه حجم ويت بيت يعني او ايت بيت. يعني هذا هو ريجيستر ايت بيت يعني الهدف منه او الغرض منه هو تخزين معلومة ما على شكل اه نظام ثنائي يعني كل بيت من هذا البيت ي ي يخزن يا اما صفر يا اما واحد. اذا هذا البيت او هذا الريجيستر على سبيل المثال فهو يخزن قيمة معينة قيمة او معلومة معينة قد تكون مثلا اه اه متغير طبيعي قد تكون يعني حرف قد تكون اي شيء يعني اي معلومة ممكن نخزنها في هذا الريجيستر. اذا الريجيستر هو عمار لنوع من الذاكرة. اه الميزة هذا الذاكرة انه اولا يعني هي ذاكرة سريعة جدا. يعني السرعة معناه هو سرعة القراءة والكتابة يعني ريد ان رويت سبيد. وبالتالي يعتبر رجيستر اسرع يعني استطعنا نقوله اسرع ذاكرة موجودة داخل اه جهاز الكمبيوتر. انه موجودة الذاكرة المركزية او لكن هو اسرع لانه موجود داخل المعالج. يعني موجود داخل المعالج. اذا هو عبارة كما قلنا مجموعة من البيتس مجموعة مع بعض. يعني عادة ان نرسموها على هذا الشكل يعني شكل جدول من البيتس. اذا على سبيل المثال اه يعني هو يعني يستطيع ان يكون اه ممكن في بعض المعالجات نوجده في بعض المعالجات ممكن نوجده وفي احدث المعالجات ممكن نوجده الحجم التاعه يعني كل ما يتقدم التكنولوجيا كل ما يضعف او يزيد الحجم اذا كما قلنا هو عبارة ذاكرة هدفها هو تخزين البيانات. الان اه دوره الاساسي هو اه اه يعني اه من من وظائفه هو يخزن الاوبرانز تاع الاليو. لما قلنا المرة السابقة انه الاليو وظيفتها هي جمع وطرح وضرب وقسمة اه مثلا اه المعلومات. او مثلا اللي هما المداخل هما بالحقيقة يعني هذا هو رجيستر الاول وهذا هو رجيستر الثاني تجمع قيمة موجودة داخل رجيستر الاول هو مع قيمة اخرى موجودة داخل رجيستر الثاني وتوضع النتيجة في رجيستر. اذا هما في الحقيقة وسيلة التخزين الاساسية. يعني او لما يقوم بالعملية الحسابية في اغلب الاحيان المتغيرات او الاوبرانز او العوامل تعالى العمليات تكون هي في حداتها اه واحد من رجيستر. اذا بعناها انه مثلا الاليو يجمع مثلا اير اير صفر زائد اير واحد ويوضع النتيجة في اير اير اثنين مثلا اه يطرح اير اير واحد من اير اربعة ويوضع النتيجة في اير اخمسة. يعني اغلب العمليات الحسابية او المنطقية اللي يقوم بها المعالج يقوم بها على هذه المتغيرات اللي هما او رجيستر. لذلك في بعض الحين نسموهم احنا هاردوير فوريابلز يعني عبارة متغيرات تشبه المتغيرات اللي يستعملوها في اه في البرامج يعني كنكونوا مثلا نكتبو في برنامج مثلا في لغة سي نستعملو مثلا انت اكس انت واي انت زي اكستر. هذه المتغيرات اللي نستعملوهم احنا في الوقت البرمجة العادية هما نسموهم لكن بالنسبة لما يقوم بعملية حسابية ما فهو ايضا يحتاج الى انه يوضع القيمة الاولى في 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 مكان ما يوضع القيمة الثانية في مكان ما ثم يقوم بجمعهم ثم يقوم بوضع النتيجة في مكان اخر. اذا في اغلب الاحيان هذا الريجيستر هو وسيلة التخزين الاساسي او هما في بعض الاحيان نسموهم هاردوير يعني عبارة على متغيرات لكن اه يعني 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 موجودة على شكل اه ضارة ضارة منطقية موجودة داخل السي بيو. اذا هذا هو دور السي بيو. دور سي بيو او دور الريجيستر عفوا هو تخزين ال البيانات اه عادة بشكل مؤقت للسماح لل ال ال ا 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 هذا دايما يكون على شكل والنتيجة أو مخرج أو العملية الحسابية أو العملية المنطقية اللي ستكون أيضا داخل إذن هذا هو إذن تستطيعوا أن تتخيلوها على شكل أنه جدول تعليم يعني هو يعني تخيلوه على شكل أنه جدول وكل خانة من خانات الجدول هذا يعبار على قيمة معينة صفر واحد والمجموع يشكل يعني معلومة فيها ايت بيت أو سيكستيم بيت أو ما شف هذا إذن هذا بشكل عام مفهوم ما هو إذن قلناه هو واحدة تخزين هو ذاكرة اعتبروه متغير متغير مؤقت يعني كل هذه الأشياء نستطيعوا أنه نقولوا أو يعني 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 نعرفوا بها الريجيستر الآن رح نمروا الموضوع الثاني أو يعني بعد ما تعرفنا على الريجيستر ودورهم الأساسي رح نروح نشوفوا كيف يصمم يعني ديزاين أو نحاولوا ناخذوا واحد من هذا الريجيسترز ونشوفوا كيف يصمم كما شفنا المرة السابقة شفنا هذا الريجيستر وشفنا كيف تصمم يعني درسنا الدارة الداخلية على الريجيسترز رح نطبقوا نفس الشيء على الريجيسترز يعني خارجي أن الريجيستر هو عبا على جدوى تعليبيت لكن في الواقع كيف يصمم هذا الريجيستر أو كنا تكلمنا على هذا الموضوع أو أشرنا إليه إن صح التعبير في درس الريجيستر ونستعملهم في في التخزين أو في دارة التخزين الآن سنشوفوا هذا الشيء بنوع من التفصيل الآن كيف يصنع الريجيستر يصنع باستعمال ما يسمى بفليب فلاب. الفليب فلاب بالإنجليزية باللغة الفرنسية بنسبة طلبتنا يعني اللي يدرسوا باللغة الفرنسية ٧ وهي نفس هالباسكول أو ما يسمى بالباسكول. باسكول أو فليب فلاب يعني نفس الشي. يعني يعني الباسكول أو الفليب فلاب هو من نوع من الذاهرات jadi anyu نوع من كيف يقولوا بالفرنسي الفلاب يعني كان شفنا اللوجيك سيكونشي الي tutti وشفنا ايضا اه اللوجيك سيكنسيال اذا او البسكل هي نوع من اه انواع اللوجيك سيكنسيال او الفكرة اه ماش تحضن الدخوله في التفصيل هناك انواع من الهناه هناك اله هناك دي فليب فلو this is الا Lebى يلاء غير كأنواع يعني اه嗯 يعني اه هذا في حد داته يعني موضوع يعني موضوع يعني يدرس لك على حدة وكيف نديره جدوى الحقيقة على الفليب فلاب الى اخير لكن احنا بالنسبة لنا اليوم هدفنا من انه او او على الاقل ما يجب فهمه في هذا المكان هو انه هذا الفليب فلاب او هذا الدارة اللي احنا نسميها دارة دي فليب فلاب دورها انه تخزن لك واحد بيت يعني تحتفظ بقيمة ما القيمة اينما تكون تكون في هذا المخرج اللي هو كيو اذا كيو هو القيمة اللي مخزنتها هذا البسكو يعني اما يكون واحد اما يكون صفر وفي بعض الاحيان تلقوا انه هناك هناك كيو كمبليمنت لكن الاساس هو الكيو الكيو كمبليمنت اذا كان هذا الواحد ستكون صفر اذا كان هذا صفر ستكون واحد يعني ما عنده حتى يعني ما عنده حتى دور يعني خاص في الفليب فلاب الان هل دي فليب فلاب اذا حبينا نشرحوها بشكل عملي يعني فانكشنال يعني من ناحية مبدأ العمل وش دور الفليب فلاب؟ دور الفليب فلاب هي تخزين قيمة معينة فرضا انه هاد الفليب فلاب فيها القيمة واحدة لو الان حب نوضع او نخزن القيمة الصفر في الفليب فلاب ماذا ندير؟ الفكرة هي انك توضع القيمة صفر في دي هذا يعني دي هو المدخل او الانبوت تالفليب فلاب فرح توضع القيمة واحد الان لما توضع او عفوا لو نحب نحط القيمة الصفر في الفليب فلاب فنوضع القيمة الصفر هنا لكن ميزة الفليب فلوب أو الدي فليب فلوب ما هوش بمجرد أنك توضع الصفر يتخزن هنا لا يلزم لك أو الفليب فلوب فيها سيغنل آخر اللي يسموهنا عادة الكلاك أو سي ال كا يعني الكلاك أو المؤقت أو يعني النبض يعني اللي يستعمل عادة فما هو الدور هذلك الفليب فلوب الدور الفليب فلوب إنه هو اللي يخلي الباسكول أو الفليب فلوب تغير أو تنقل القيمة من المدخل اللي هو الدي إلى الكيو ودي فليب فلوب هناك نوعين هناك ما يسمى بالريزين أو يسمى كنوعين كن يعني فليب فلوب وريزين فليب فلوب الفكرة هي متى بالتحديد هذا القيمة اللي هي الصفر تنتقل إلى الكيو هناك نوع أو هناك من الفليب فلوب يعني تخزن في هذا المكان يعني لما تنتقل الكلاك لما ينتقل من القيمة الصفر إلى القيمة واحد هناك العكس هناك نوع من أو نوع آخر من الفليب فلوب يعني القيمة تتغير لما ينزل الكلاك من القيمة واحد إلى القيمة صفر يعني بالفرنسية يسموه فرون مونتون وهذا يسموه فرون دي صندوق يعني فرون مونتون معناتها أنه السينيا أو السيجنال هذا ينتقل من صفر إلى واحد وهذا يسموه فرون دي صندوق باللغة الإنجليزية يسموه رايزين ايج يعني رايزين ايج معناتها هنا أو هذا المكان وين يتغير السينال من صفر إلى واحد وهذا يسمو فايلين ايج يعني فايلين معناتها النازل أو بالفرنسية يسمو فرون دي صندوق إذن هناك نوعين من دي فليب فلوب معناها دور القلاك هذا ويتحكم في متى يتغير قيمة الواحد لأن في هذا المثال نفرضه أنه هذا دي فليب فلاب هو رايزينج فليب فلاب أو يتغير لما يتغير القلاك من صفر إلى واحد الفكرة هي أنه لتخزين قيمة معينة في الفليب فلاب أو في الباسكول هذي نحتاجه أنه نضع القيمة اللي حابين خزنها ونغيره السيجنال طاعة القلاك من صفر إلى واحد فتلقائيا ماذا يحدث؟ يحدث أنه بمجرد أنه ينتقل هذا القلاك أو هذا المدخل الثاني ينتقل من صفر إلى واحد القيمة اللي موجودة هنا اللي كانت صفر تنتقل إلى هنا ويصبح القيمة صفر هنا الآن القيمة صفر هذه تبقى ثابتة أو تبقى مخزنة في الدارة إلى غاية أنه نغيروها أحنا إذا كيفاش نغيروها نغيروها بالكلاك هلا يعني إذا حبينا نغير القيمة الآن القيمة واحد تبقى مخزنة الآن إذا حبينا نضع القيمة مثلا نخزن القيمة واحد أو نغير قيمة الفليب فلاب نضعه واحد هنا ثم نفس الشي نبعثه سيجنال آخر اللي هو الفليب فلاب نبعثه يعني نغيرو هذا الكلاك يكون قيمته صفر نغيروها الواحد بمجرد انه ينتقل من القيمة صفر إلى القيمة واحد هنا في هذا المكان بالتحديد هذا اسمه bay بعيدا القيمة اللي موجودة هنا مباشرة لمباشا تنتقل الى هنا وبالتالي تصبح قيمة تصبح قيمة هدو البصكولة أو قيمة هدو البصكولة تصبح قيمتها واحد إذن هذا شرح مبدأ أعمال دي فليب فلوبيني هذا هو فكرة دي فليب فلوب لأنه دي فليب فلوب هي بحقيقة الأمر سنين راس فليب فلوب إلى لاتش وكيميكولواء راس لاتش هذا موضوع آخر يعني كل واحد فيكم يقدر يروح يدرس أو يبحث على درس خاص بالدي فليب فلوب لكن احنا يهمنا الآن أنه نعرفوا أنه لفليب فلوب هذي وظيفتها هي تخزين قيمة معينة يعني أما واحد يعني أما صفر ونستطيع تغيير القيمة هذه بيعني ببعث سيجنوم أو إشارة في هذا المدخل والكلاك يعني تغييره من صفر إلى واحد ووضع القيمة المراد تخزينها في المدخل فبمجرد تغيير الكلاك تنتقل القيمة هذه إلى المخرج وتبقى مخزنة إذن القيمة المخزنة يعني القيمة المخزنة في الفليب فلوب هي القيمة كيو هذي إذن قيمة يعني القيمة النهائية على الفليب فلوب هي دائما في الكيو هذا إذن هذا هو يمثل قيمة الفليب فلوب وهذا هو الانبوت أو الدي يعني اللي نستعمله باش نخيره القيمة إذن باش تغير القيمة توضع القيمة ذاك هنا وثم تغير في الكلاك الآن فهمنا عمل الباسكول أو الفليب فلوب فهمنا دورها قلنا أنه دورها هي تخزين أو تخزين واحد بيت الآن نفرض أنه نحتاجه رجستر تاع فور بيت إذن هذا رجستر إذا كان هذا هو رجستر تاع فور بيت فمنطقيا كل بيت من هذا نحتاج له باسكول من هذا هذا الصفر نحتاج له باسكول هذا الثاني نحتاج الباسكول مع الثلاث هذا البيت الثلاث نحتاج الباسكول وهذا الرابع خسن من الاخر يعني لصناعة رجتر في هه إنه كات بيت000 الثالث تحتاج اربعة فليب فلاب فلوب يصنع باستعمال الفليب فلوب لذلك قلنا يعني الفليب فلوپ هو المكون الأساسي لصناعة الريستر لماذا؟ لأن الفليب فلوپ تسمح لنا بتخزين بيت وبالتالي إذا كان نحب نصنع ريجستر تاع 4 بيت نستعمل 4 فليب فلوپ إذا كان نستعمل نستعمل ريجستر تاع 8 بيت نستعمل 8 فليب فلوپ إلى آخر كل واحدة من هذو الفليب فلوپ أو بالفرنسية نسمهم كل واحدة منهم تخزلنا يا إما صفر يا إما واحد يعني لما نقال لك يعني مثلا نحتاج ريجستر 8 بيت فنحتاج منطقية ريجستر تاع 8 فليب فلوپ الآن هذا هذا تصميم أو حقيقت تصميم تاع ريجستر معين يعني تصميم تاع ريجستر لحظوا كيف يسمى باستعمال فليب فلوپ إذا حبينا أعطوه القيمة فهو نفسه هذا إذن هذا الريجستر يعني هذا الريجستر يصمم بهذا الطريق إذن هذا اللي فور بيت ريجستر عمليا نصموه بهذا الشكل الآن إذا حبينا أن نشرحه هذا أو هذا التصميم هذا يعتبروا هما المداخل تاع الفليب فلوپ لاحظوا أنه كل خط من هذا يدخل أو يروح للمدخل دي في الفليب فلوپ إذن هذا إحنا ممكن نسميهم دي سفر دي واحد دي ثنين و دي ثلاثة أو العكس نقدر نسميهم دي سفر دي واحد دي ثنين دي ثلاثة إذن هذا نستعملوهم لوضع قيمة معينة ما في الريجستر إذن الآن المدخل الثاني هذا أو الخط هذا الأصفر وش يمثل يمثل لكلاك لاحظوا أنه جميع الفليب فلوپس مربوطة بنفس الخط أو بنفس الكلاك إذن هذا هو بالنسبة لنحن نسميه سي أل كا أو الكلاك سي أل كا اللي هو الكلاك يعني الكلاك دوره هو تغيير أو هو الوظيفته هو يعني هو اللي يسمح لك بتسجيل القيمة يعني هو تسمح لك بتسجيل القيمة هذا السيجنال الأخير أو هذا الخط بالأزرق لاحظوا أنه هذا الخط بالأزرق يربط المخرج تعل كل فليب فلوپ إذن المخرج تعلق يفوت على أند غيت يعني يمر على أند غيت ثم عندها مدخل آخر اللي هو هذا السيجنل هذا ويتحكم أو يعطينا النتيجة إذن نقدر نستنجوا الدور هذا وكأنه هذا المخرج الأول هذا المخرج الثاني المخرج الثلاث إذن هذا المخرج هذه فيها قيمة مع مع هذا السيجنل إذن هذا السيجنل عادة نحن نسموه أو read عفوا اسموه هنا read يعني هذه الإشارة إذن الفكرة هي أنك توضع القيمة واحد لما توضع القيمة واحد فعمليا يخرج لك هنا نسميه مثلا نقدر نسميه S0 S1 S2 S3 و S هي قيمة register إذن قيمة register هي هذه إذن هذه هي S0 هذه هي S1 هذه هي S2 وهذه هي S3 فقيمة register الموجودة هنا الآن لما تريد تقرأ القيمة الموجودة في register ما عليك إلا أنك توضع signal واحد أو في هذا المكان توضع القيمة واحد في هذا الخط وبالتالي هنا في الأماكن هذه يخرج لك القيمة الموجودة أو المخزنة في register لآن هذا signal الثاني اللي هو بالأصفر اللي هو داخل الـ clock تاع الـ register نسميه write signal نسميه write إذن نسميه W أو write signal يعني هذه هي إشارة للكتابة وهذه هي إشارة القراءة يعني لما تحب تقرأ في register توضع هذا W إذن إذا حبيت تقرأ يعني لما تحب تقرأ أو إذا حبيت تكتب مثلا نفرض هناك حب تكتب القيمة واحد صفر صفر واحد كيف تكتب القيمة واحد صفر صفر واحد في register توضع القيمة واحد هنا توضع القيمة صفر هنا توضع القيمة واحد هنا توضع القيمة صفر هنا لكن هذا لا يكفي أن القيمة تغير قيمته لأنه تعرف أنه كما تكلمنا عن الباسكول دي مش بمجرد أنك توضع القيمة هنا فرح تنتقل إلى أو تخزن في الباسكول يجب أنك تغير في القلاك أو أنك تبعث سيجنل الفلي فلاب باش تخزن القيمة إذن لتخزين قيمة معينة في الريزيتر فنوضع القيمة في المداخل دي زيرو دي واحد دي ثنين دي ثلاثة ثم نقوم بإرسال إشارة كتابة نحن بالنسبة لنا هذا القلاك نحن نعتبره إشارة كتابة يعني هو عبارة على الريت سيجنل لما تبعث إشارة كتابة لما هذا القلاك أو الو هو يسمى قلاك بالنسبة لفليب فلاب لكن بالنسبة لنا أحنا بالنسبة للرجسر هذا يعتبر رايت سيجنل يعني إشارة كتابة بمعنى أنه بمجرد أن القيمة تحت هذا الخط اللي هو بالأصفر تنتقل من صفر إلى واحد فالقيمة هذه اللي موجودة هنا تنتقل إلى هنا إذن بمجرد أنك تنتقل يعني بمجرد أنك تنقل هذا الخط من صفر إلى واحد فالقيمة تنتقل إذن يصبح هذا القيمة هي واحد يصبح هذا هو صفر يصبح هذا هو واحد وهذا هو صفر إذن تكون كأنه قمت أو أطلبت من الباسكول هذا أو الفليب فلابس أنهم يخزنون لك القيمة اللي موجودة في الدي زير ودي واحد دي ثلاثة الآن القراءة أو القيمة اللي تخرج لك في الرجسر نحن نربطها بهذا السيجنال اللي هو الريد إذن الريد وظيفته فقط هو أنه يعطيك القيمة اللي موجودة في الرجسر يعني كنا نقدروا مباشرة نهزوا النتيجة مباشرة لكن من الأحسن أنه نربطها بأند أند قيت بحيث أنه فقط نقرأ القيمة يعني في المخرج يعني تكون صفر 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 إذا حبينا نقرأه نوضع واحد في الريد ثم يعطيني واحد سفر واحد سفر إذن القيمة اللي موجودة في الرجسر تخرج لك في المخرج أو في الأوتبوت فقط لما تطلب أنت باستعمال هذا الريد سيجنال إذن هذا الرجسر اللي عندنا وكأنه عنده يعني إذا حبينا نطبقه على هذا المثال فعندنا write signal وعندنا read signal يعني عندي الرجسر التاعي في إشارتين إشارة W للكتابة وفي إشارة read للقراءة يعني هذا هو W إشارة الكتابة إشارة الكتابة لاحظوا أنه هي تتعلق بالclock اللي موجود في الفليفلوب قلنا الفلوك هو المسؤول على أنه ينقل القيمة من المدخل إلى المخرج أو إلى الباسكول لتخزنها وبالتالي هذا الريد لما ينتقل من سفر إلى واحد تخزن القيمة اللي موجودة في المدخل تنقل إلى المخرج وريد وظيفته فقط هو أنه يقرأ القيمة لاحظوا أنه read هذا هو يعني يعمل لك end gate مع المخارج يعني كل مخارج مربوط بـ end gate ويتحكم فيهم هذا السيجنال اللي هو read إذن هذا هو مثال على هذا أو مثال على register وهذا النوع من register نحن نسموه parallel register لماذا parallel يعني اسموه متوازي لأنه يعني المعلومة يعني تخزن في الريجستر بشكل parallel يعني بمعنى أنه إذا كان الريجستر فيه مثلا أربعة beat فأنت تمد القيم الأربعة مع بعض لاحظوا أنه هذه القيم نمدوها مع بعض وبإشارة كتابة واحدة تنتقل القيم هذه إلى الخرج إذن هذا يسمى parallel in parallel out يعني حتى النتيجة لما تخرج من الريجستر راح تخرج بشكل متوازي يعني اللي beat في أربعة يخرجوا مع بعض في نفس الوقت يعني يدخلوا للرجستر مع بعض في نفس الوقت ويخرجوا من الرجستر مع بعض في نفس الوقت الآن ننتقل إلى مثال آخر اللي هو ما يسمى serial shift registers يعني هذا هو النوع آخر أو مش نوع يعني تصميم آخر للرجستر بحيث أنه لحظوا أنه هذا الرجستر يشبه الأول فقط أنه عنده مدخل واحد اللي هو الbit هذا ال in وعنده ال out يعني عنده مدخل ومخرج فالفكرة ما هي؟ الفكرة هي أنه يعني نقدروا نعتبروا أنه هذا هو ال S0 هذا هو ال S1 هذا هو ال S2 وهذا هو ال S3 الفكرة هو ال D أو المدخل الرجستر اللي هو ال D ال data أو D أو مدخل الرجستر فمثلا أنت إذا حبيت تخزن القيمة واحد صفر صفر واحد مثلا حبيت تخزنها في هذا الرجستر في البداية الرجستر يكون قيمته صفر 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 المداخل المتوازية لا هذا عنده مدخل واحد يعني هذا يسموه عنده مدخل واحد وبالتالي توضع القيمة واحد هنا الآن بمجرد أنه تنتقل من يعني ال CLK هذا بمجرد أنه ينتقل يعني هذا هو ال CLK بمجرد أنه ينتقل من صفر إلى واحد ماذا يحدث؟ الواحد هذا ينتقل ينتقل إلى هنا يعني الواحد لاحظه ينتقل إلى هنا إذن هذا الواحد ينتقل إلى هنا ويصبح هذا القيمة واحد لكن في نفس الوقت هذا الصفر ينتقل إلى هنا لأنه لحظوا الصفر هذا مربوط بالمدخل تلك والثانية والتي القيمة التي كانت موجود هنا تنتقل مباشرة لأنه بمجرد أن التغير للك فكل القيمة كانت موجودة هنا ستنتقل إلى المكان المولي لذلك هذا سمي بالشفت يعني شفت معscف الفرنسيه او ازاحة بمعنى أن القيمة التي كانت هنا تنزحت القيمة التي كانت هنا تنزحت وهناнь القيمات التنزحة تنزح لا keywords اذا بعد اولة هذا إحنا نسموه في الالكترونيكس نسموه عناا option او دورة يعني بعد اول القيمة واحد تكون موجودة هنا تكون موجودة هنا اذا هنا تكون عندك القيمة واحد وهذه تكون عندك صفر لانه صفر هذا ينتقل والسفر وهو صفر هذا ينتقل والسفر والسفر الآخر يروح الآن بعد cycle الثاني يعني هذا cycle الأول الآن signal سيرجع للقيمة 0 ثم يمشي في القيمة 0 ثم يعود يطلع المرة الثانية الآن بعد ثاني cycle من الرجستر هنا نحن نوضع القيمة 0 لأنه هدفنا هو كتابة هذا القيمة في الرجستر فرح نوضع القيمة 0 هنا نوضع القيمة 0 فالصفر هذا رح ينتقل إلى هنا الواحد هذا رح ينتقل إلى هنا الصفر رح ينتقل إلى هنا إلى آخره وبالتالي هنا رح يصبح عندك الصفر وهنا رح ينتقل الواحد القديم هذا الذي كان موجود إذن هنا رح ينتقل الواحد وبطبيعة حال الصفر اللي كان هنا رح ينتقل للباسكول الثانية لأنه بمجرد أنه ينتقل هذا Ivijana الذي هو el clock لاحظه دخل لباسكول كل فبمجرد أنه ينتقل من صفر إلى 1 فالقيمة اللي كانت موجودة هنا ستنتقل إذا كانت موجودة في D ستنتقل إلى Q القيمة التي كانت في D ستنتقل إلى Q وبالتالي ينتقل البيت إلى المكان المولي الآن بنفس الطريقة بعد ما ننزل و نعود و نصعد في السيغنال نفس الشيء ستنتقل مثلا هنا ستكون لدينا نغيره مثلا هنا فرضا لدي سفر آخر فالصفر هذا سيكتب هنا سينتقل إلى هنا سفر بمجرد أن يطلع السفر هذا سيكتب هنا سفر الواحد هذا سينتقل يصبح هنا يعني سيصبح القيمة واحد هنا والقيمة السفر اللي كانت هنا ستنتقل إلى هنا وبالتالي السفر اللي كانت هنا سينتقل إلى هنا إذن هذه في cycle الثالث الآن آخر خطوة هي cycle الرابع إذن في cycle الرابع نفس الشيء القيمة مثلا القيمة واحد تكون هنا موجودة إذن ستنتقل القيمة واحد إلى هنا يعني تنتقل من المدخل إلى البيت الأول قيمة واحد ستكون هنا القيمة السفر هذه اللي كانت موجودة هنا ستنتقل إلى هنا القيمة السفر الأخرى اللي كانت موجودة هنا ستنتقل إلى هنا القيمة السفر ستنتقل إلى هنا والقيمة واحد اللي كانت موجودة هنا رح تنتقل إلى المكان الموالي تصبح عندك واحد إذن هذا الريجيستر اللي يسمه shift register يلزم لك أربعة سايكل لتغيير القيمة الكلية للرجيستر هذا يسمى بالshift register يعني معناها أنه البيت سيدخلوا واحد خلف الآخر يعني البيت يدخلوا واحد ثم يدخل سفر ثم يدخل سفر ثم يدخل واحد يعني تخزين يصبح كما والقراءة نفس الشي لاحظوا أنه هذا الريجيستر تستطيع أنك تقراه serial يعني بالشكل التالي أو تستطيع أنك تأخذ قيمة أو تأخذ قيمة من مخرج كل flip flop وتحصل على القيمة النهائية للرجيستر يعني هذا يسموهم بالفرنسية register adicallage يعني يسموهم shift register وعندهم وظيفة أخرى من وظائفهم هي هي ضرب والقش مع الأثنين يعني هذا الرجيستر لاحظوا لما يكون عندك مثلا القيمة واحد صفر صفر يعني وهذه حيلة معروفة جدا في computer science وش معنى أنك تدير right shift يعني right shift لهذه القيمة لما تديرها right shift معنى أنه راح تزيح الواحد صفر صفر تصبح واحد صفر 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 يعني لما تزيح وتوضع صفر في البداية يعني تعوض المكان الفرغ هذا تعوضه يعني ما معنى أنك تدير shift لا تتعوض هذا الواحد يرجع هنا صفر صفر يرجع هنا صفر 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 ولمكان الفارغ هذا تعام توضع مكانه واحد إذن هذا shift يعني هذا اسموه حنا left shift وشي عمل للقيمة؟ لاحظوا القيمة كانت أربعة أصبحت أصبحت ثمانية إذن هذا وكأنك ضربت في في اثنين يعني هذا يسموها ضرب في اثنين الآن لو تدير العكس لو تدير يعني لو هذا الأربعة يعني تزيحها في الاتجاه الموالي رح تصبح واحد سفر لأنه لما تدير رح تعوض الجهة اللي في اليسار تعوضها بصفر إذن هذا القيمة ما هي هي القيمة اثنين إذن القيمة اثنين معناها أنه الإزاحة إلى اليمين تدير لك القسمة على اثنين والإزاحة إلى اليسار تدير لك الضرب في اثنين وبالتالي واحدة من أهم وظائف هذا الريجيسر اللي هو انه نستطيع استعمالهم للضرب والقسمة على اثنين يعني ما نحتاجش نديره ضارة خاصة بالضرب والقسمة على اثنين يكفي أنه فقط تدير يعني تدير إزاحة للقيمة اللي موجودة بحيث أنه تصبح يعني يعني تضربها في اثنين أو تقسم مع اثنين وهذه قاعدة معروفة جدا يعني تأخذ أي قيمة بالباينوري مثلا واحد صفر واحد هذه تمثل القيمة خمسة لأن لو تزيحها لليسار تصبح واحد صفر واحد ثم تعوض المكان الفارغ هذاك بصفر ولاحظوا أن هذا القيمة هي القيمة عشرة فيحين أن هذا القيمة هي القيمة خمسة يعني لاحظوا أن هذا القيمة تمثل قيمة خمسة وهذه القيمة أسنية وبالتالي مجرد أنك تزيح القيمة هذا أو الرجيستر الذي تزيحه للليسار فكأنك ضربت في اثنين وبالتالي هذه هي واحدة من وظائف إذا كان جاء سؤال مثلا في امتحان يقول لك ما هي وظيفة من أهم وظائفه هي أنه يسمحنا بحساب القسمة على اثنين يعني القسمة أو الضرب في اثنين يعني حسب الاتجاه إذا أزحت في هذا الاتجاه فأنتك رح تقسم على اثنين وإذا أزحت في هذا الاتجاه فأنتك رح تضرب في اثنين إذن هذا هو ما يسمى بالشفت يعني هذا هو الضرب الآن بعد ما تعرفنا على كيف نصموا ننتقلوا الموضوع آخر وهو ما يسمى بالRegister File أو ملف يعني ما يسمى بملف أي معالج فيه مجموعة من في عدد معين مثلا في الميبس فيه فيه مثلا ثنين وثلاثين الريجستر عندنا الانتل فيه الانتل يعني لما نقول نقصد الانتل ايتي ايتي سيكس فيه فيه ثمانية مثلا إلى أخير كل سي بيو فيه مجموعة من الريجستر لأن كيف نختار أو كيف يعني نختار واحد فيهم كيف نختار واحد من هذا الريجستر هذا ما يسمى بالرجستر إذن هما موجودين في وانت لقراءة ريجستر معين فرح تختار واحد من بين هذا الريجستر يعني عندهم أرقام معينة كل ريجستر عنده رقم على سبيل المثال إذا حبينا نصموا فمثلا في هذا المثال عندي R0 R1 R2 RRK أيضا هذا الريجستر يعني كيف نختار واحد فيهم يعني كيف نختار واحد فيهم كيف نقرأ قيمة واحد فيهم نستطيع استعمال نعرف أنه الضارة اللي تخلينا نختاره واحد من بين أكثر من الاختيار هي إذا نستطيع أن نستعمل ماكس واكس مثلا ونستعمل يعني في الماكس هذا وش يمثل يعني يمثل رقم يعني يكفي أن نوضع رقم رح يفوت لك القيمة اللي موجودة في هذا الريجستر إلى أو القيمة وبالتالي رح تقرأ إذا نحب مثلا تقرأ زيرو توضع زيرو فراح يعطيك القيمة هذه في المخلج رح يربط لك رجستر هنا إذا كان نحب توقع رجستر رح توضع القيمة هنا وتقرأ رجستر في إذن هذا في القراءة يعني قراءة رجستر نستعمل مولتي بلاكسر لما نحب نكتبه في رجستر معين هنا نحتاج رقم رجستر كمدخل يعني رجستر أو الار اي الار اي هنا رح نستعمل يعني في الكتابة رح نستعمل يعني هذه مش مهمة كثير لأنه يعني فقط رح نشرحه مبدأ عمل في حالة القراءة أو في حالة الكتابة لكن مايش مهمة كثير يعني مش شرط حتى لو ما فهمتوش نسبة كبيرة من هذا الكلام ماهوش يعني ماهوش ماهوش يعني ضروري كثير إنه تفهموا مبدأ العمل بتعرضي لكن من باب يعني العلم بالشيء ف بالنسبة للقراءة نحتاج الديكودر الديكودر هذا رح يحولنا أو رح يعطينا تعرفوا مبدأ عمل الديكودر الديكودر مثلا لما توضع القيمة ثلاثة فالديكودر رح يخلج لك مثلا لو ما توضع القيمة فلنقل صفر واحد يعني قيمة واحد فرح يخلج لك القيمة واحد هنا في هذا المكان يعني يخرج لك واحد والباقي يخرج فيهم أصفار إذن هذا هو مبدأ عمل الديكودر هذا هو الفرق بين الديكودر والمالتيبلكسر والمالتيبلكسر تعطي له رقم معين يربط لك المدخل هذاك اللي مديته في القيمة مع المخرج الديكودر يعمل للعكس تعطي له رقم معين يعطي لك القيمة واحد في المخرج المناسب أو اللي اللي حددته فبالتالي لما تحب نختار واحد من هذه الريجيستر يكفي ان نوضع القيمة هذه الآن في المخرج تاع الريجيستر او في نهاية الريجيستر يعني كل واحد من هذه المخارج مربوط مع هذا الاند جيت مربوط مع هذا الاند جيت وفي نفس الوقت مربوط مع الـ مربوط مع الـ يعني الـ مربوط بهذا الاند جيت مربوط بهذا الاند جيت والديكودر او المخرج على الديكودر مربوط ب يعني كل المخرج مربوط ب بوحدة من هذه الاند جيت ومثلا وهذا مربوط بهذا الى اخر لان كيف يعمل الريجيستر الان للكتابه مثلا في الريجيستر رقم هذا لو غيرتر رقم مثلا رقم واحد ماذا نفعل سنوضع القيمة الصفر واحد هنا في الريجيستر الاول او في المدخل تاع самые الديكودور فمباشرة بمجرد انك توضع القيمة سفر واحد فالديكودر سعطيك القيمة واحد هنا من هذه القيمة ستكون واحد والقيم الأخرى أو المخارج الأخرى اللي بدي كودر راح تكون 0 أن هذه خطوة الأولى الخطوة الثانية هي أنه لاحظوا هذا القلاك فالخطوة الثانية للكتابة هي أنه راح نغيره في قيمة القلاك هذا من هنا إلى هنا نغيره في قيمة القلاك من 0 إلى 1 وبالتالي بمجرد التغيير في القيمة القلاك البيانات اللي موجودة أو الـ Data هاتي راح تنتقل إلى الرجيسترات كامل لكن هنا نقطة مهمة جدا كل output أو مخارج هذا الـ End Gates مربوطة بالقلاك تعلق كل الرجيستر يعني كل الرجيستر عنده مدخل القلاك كما شفنا عنه مدخل القلاك معتها مدخل القلاك تعلق الفليب فلوبس اللي يتشكل للك الرجيستر الآن لحظوا دور الـ End هذا هو منع القلاك أنه ينتقل إلى الرجيستر فقط الفكرة هو أنه لحظوا لما ينتقل القلاك من صفر إلى واحد فقط الرجيستر اللي يقابل القيمة على الديكودر هو اللي راح يخرج منه للكلاك لماذا؟ لأنه هذا لما ينتقل من صفر إلى واحد صحيح القيمة هذه راح تنتقل من صفر إلى واحد لكن راح تصادف القيمة صفر على الديكودر هذه اللي خارجها من الديكودر وبالتالي الالكلاك هنا راح يكون يكون ثابت يعني راح يكون ثابت وبالتالي المعلومة اللي موجودة مش راح تكتب هنا في المكان يعني هذا المكان الوحيد إذن بالنسبة للرجيستر الثاني القيمة على الكلاك اللي كانت من صفر إلى واحد ستلتقي مع القيمة واحد تعالفليب فلاب أو تعالديكودر وبالتالي هذا الكلوك سينتقل صح من صفر إلى واحد إذن هذا الكلوك سينتقل من صفر إلى واحد وهذا سيبقى ثابت وبالتالي القيمة الموجودة هنا ستنتقل فقط إلى هذا الريجيسر إذا ستكتب هنا يعني البيانات ستنتقل من هنا إلى هنا ستنتقل أو تخزن في هذا الريجيسر إذن هذه هي دارة الكتابة كيف نستطيع أن نكتبه في الريجيسر إذن لديكودر الذي يختارنا المراد الكتابة فيه. ما خرج الديكودر يربط مع يعني يربط مع مع بحيث انه وكأنه يحجب انه يدخل للرجستر فقط يخليه يدخل للرجستر واحد من بين مجموعة الرجستر. يعني في حالة الكتابة او هذا الديكودر دوره هو انه فقط يوجه الكلاك او يوجه يوجه يعني الكلاك الى المدخل المعين. ونستطيع يعني هناك فكرة اخرى نستطيع تعويض هذا الفكرة ب يعني يكون عنده مدخل وعنده جموعة من المخارج. وعنده متغيرات او يعني نستطيع انه هذا يعني يكون هو رقم الرجستر هذا ولمخرج مباشرة يكون هو يربط مع كل كلاك تع كل الرجستر وهنا يكون عندك الكلاك هو المدخل. اذا معناها هذا الديموتي بلاكسر رح فقط يوجه الاشارة الكلاك الى الرجستر المعني بامر الكتابة. اذا هذا تصميم اخر نستطيع ان نستعمله لتصميم دارة الكتابة. لكن المهم وفقدت الفكرة انه هناك يعني ديزاين تصميم خاص بالقراءة وديزاين تصميم خاص بالكتابة. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذة النقطة اه رغم انه قد تبدو نوعا ما معقدة لكن هي بسيطة فقط كيف نتحكمه في الكلاك او كيف نوجه الكلاك الى المكان المناسب باستعمال ديكودر. يعني الفكرة او هادو مع بعض. هح خلوني نوجه السيجنل او الى المعني بالامر. وبالتالي لما نطلب امر للكتابة الامر يروح فقط للرجستر المعني اه بعملية الكتابة. اذا هذا فيما يخص او ما يسمى بملف اللي موجود داخل ال الان الموصل وصلنا الاخر واهم اه مش اهم اه اخر واحدة من اهم الاشياء اللي ممكن نتكلموا عليها في ما بقي قضية وهي انواع ا الآن قلنا انه كل هي بو مجموعة من لكن هذا الال a عندهم ادوار مختلفة. يعني عندهم ادوار مختلفة. وبالتالي احنا يترقون الى بعض هذا الادوار. اول نوع من الرجيشتري يسموهم في بعض الأحيان اسمهم data registrers بالفرنسيين اسمهم register doudoni وهذا ما عندهمش استعمال معين هذا يعتبروا كأنهم يعني متغيرات للاستعمال العام يعني تستطيع استعمالهم مثلا للقيام بالعملية الحسابية للتخزين المؤقت إلى آخر فهذا دورهم عام تستطيع استعمالهم لتخزين معلومة لتخزين أدرس لتستطيع استعمالهم كاستعمالها يعني البرنامج يستعملهم كما يحب وبالتالي كل CPU كل نوع من كل architecture تعطيك عدد معين من هذو على سبيل المثال المعالج اللي هو المعالج سع أنتل اللي هو 8086 هذا مشهور جدا فيه ثمانية general purpose register AX, BX, CX, DX, SP, BP, P, S, E, D, E يعني هذو أسماء لأن لاحظوا أن الأسماء يختلفوا من معالج إلى آخر يعني أسماء أو تسمية تختلف من معالج إلى آخر يعني أسماءهم تختلف فيه معالج مثلا هذا المعالج يسميهم AX, BX, CX, D, DX في معالج آخر كما الميبس نسميهم $0, 123 يعني في هذا المعالج عدنا 32 أو من العكس عفوا عدنا 32 register 32 register هنا عند الثمانية مثلا مش معنى أنه هذا أحسن هذا أو هذا أحسن هذا فقط أنه هذا الميبس يعني يعطيك 32 register ذو استعمال عام والأنتل يعطيك ثمانية شجسترات ذو استعمالها وهذا يسمون يعني هذو اللي نستعملوه مثلا باش نجمعه عددين مثلا نستطيع أنه فرضا نحب ندير نجمع مثلا عددين ونحط النتيجة في نستطيع نستعمل نحط مثلا AX أو AX نحط فيه مثلا خمسة BX نحط فيه مثلا ستة وCX مثلا نحط فيه AX BX يعني وضيفته فقط ونحط القيمة الأولى في AX القيمة ثانية في BX والقيمة أو الجمع نحطه في CX يعني هذا وما معنى كلمة general purpose register أولي رجيستر جينيريك تقدروا تسميهم كما تحبوا هذا النوع من رجيستر كل بروسيسر أو كل معالج حسب العدد رجيستر اللي يعطي هنا النوع الثاني من أنواع رجيستر أهم أو هناك رجيستر واحد اسموه program counter program counter هذا أهم رجيستر أو من أهم رجيستر اللي موجدين في CPU يسموه program counter نرمزوله بعدها بال PC يعني PC جيت من كلمة program counter في الفرنسيين يسموه counter الفرنسيين يسموه counter ordinal نعرف أنه كين يدرسوا المادة هذي باللغة الفرنسية وبالتالي ممكن تسميه هذي تقع program counter تكون غريبة عنهم نوعا ما فبالفرنسي يسموه counter ordinal يعني وش دور هذي counter ordinal دوره هو يأشر إلى التعليم الموالية إذن هذا الموضوع سنرجع له بالتفصيل لما نتكلمه على يعني يعني دورة تنفيذ التعليم لكن بشكل عام البرنامج هو عبارة على مجموعة من تعليمات أو مجموعة من instructions موجودة داخل الذاكرة وهذا الرجيستر دوره هو تخزين يعني عنوان التعليم الموالية ما هوش تعليم في عدتها هو يخزن عنوانها في الذاكرة إذن CPU لما يحب ينفذ التعليم الموالية فرح يوجد عنوانها في هذا المكان وهذا الرجيستر قيمته تزداد بشكل تلقائي يعني بمجرد أنو CPU يقوم بتنفيذ التعليمة يقوم بإضافة أو يقوم بزيادة قيمة أو من سمحنا بال يعني رح يقوم بإضافة مثلاً عدد الثنين أو العدد أربعة أو العدد واحد إلى قيمة بحيث أنه يصبح يأشر إلى التعليم الموالية وهكذا يعني هكذا كيف يتم تنفيذ البرنامج إذا نرجع الموضوع هذا بشيء من تفصيل في درس آخر لكن إحنا فقط هدفنا اليوم أنه نعرف أنه هناك ريجستر خاص داخل المعالج بالإضافة إلى general purpose register أسمه IP ريج أو أسمه PC أو program counter الآن كما قلت لكم أسماء الرجيستر تختلف قد تختلف من معالج إلى معالج ففي Intel مثلاً Intel 8086 يسموه IP أو instruction pointer لاحظوا اسمه instruction pointer معنى أنه هو يؤشر إلى التعليم الموالية هنا يسميوه PC أو program counter إذن هذا instruction pointer والPC هو ما نفسه يعني في الميبس نسميوه PC يعني في البروسيسر الميبس أو في أغلب المعالجات نسميوه PC لكن في الانتل كان يسموه instruction pointer وهو نفسه PC لأنه instruction pointer معتب مؤشر التعليم يعني هو يؤشر إلى التعليم الموالية أو التالية في البرنامج إذن تعرفنا على هذا الرجيستر الرجيستر الموالي ولاحظوا أنه هذا يخزن الادرس يعني يخزن العنوان ما يخزنش التعليم في عدد هذه المهمة جداً الـ IP أو PC هذا أو program counter يخزن عنوان يعني الادرس بتاع التعليم الموالية لأنه المحتوى أو الـ content أو قيمة التعليم موجودة في الذاكرة يعني ما هيش موجودة في الرجيستر الرجيستر فقط فيه الادرس أو العنوان بتاع هذه التعليم في الذاكرة لذلك يستطيع هو لذلك المعالج يقوم بزيادة قيمة هذا الـ PC بشكل تلقائي لأنه الـ PC ما فيهش تعليمة فيه مكان تعليمة وبالتالي المعالج يعرف أنه إذا نفذ هذا التعليم فها تلقائياً بعدها راح ينفذ التعليم الموالية وبالتالي لذلك يقوم بتحديث قيمة الـ program counter بشكل تلقائي الآن بعد ما تعرفنا على program counter النوع الثالث من الرجيستر هو يسموه من الـ status register يعني status معادة الحالة بالفرنسي يسموه register data يعني سجل للحالة أو status register أو في بعض الحين يسموه flag register flag بالفرنسي يسموه dropo يعني ما هو وظيفة هذا الـ flag register لاحظوا أنه هذا الـ flag register مثلاً موجود في الـ processor اللي هو الـ 8086 لكن ما هوش موجود بشكل يعني كـ register مستقل في الميبس إذن ما هو الدور هذا الـ flag register على سبيل المثال الـ flag register هو register فيه أو هذا يسموه بالـ flag يعني الـ flag whatever we primaver اللي نقصده بهم هذو الـ be this يعني كل الـ be this اللي بيت من هذو الـ be this نسموها flag أو dropo أو ما نشعرف كيف ممكن نترجموه باللغة العربية لكن flag يعني كعلم أو يعني كمؤشر معين كل بيت من هذا عنده معنى معين وجامللهم كامل في راجستر واحد اسموه فلاق رجستر يعني معناها هذا الريجستر كله يعطينا معلومة على حالة المعالج يعني حالة في اللحظة يعطينا معلومة عليه على الحالة المعالج و كل بيت من يعني عيوض أنه لان ما يستدعوا كل حالة قيمة خاصة وكل حالة وسأدعوا لها رجستر خاص أو إشارة خاصة فجمعنا الحالات كامل في ريجيستر واحد بحيث أن كل بيت من هذو اللي بيت يمثل شيء معين فعلى سبيل المثال هذا يسمى بالCF او الكاري فلاك ما معنى الكاري فلاك معنى هذا الريجيستر احنا اللي يسميه احنا الفلاك ريجيستر لما تقوم مثلا بجمع عددين إذا كان الجمع هذا خرجنا فائض يعني خرجنا فائض بمعنى أن الجمع هذا هو جمع بفائض فCF هذا او الكاري فلاك رح يكون قيمته واحد إذا رح تجد القيمة واحد هنا مثلا هذا الPF هو الPاريتي فلاك باريتي معنىها ما معنى كلمة باريتي معنى تز قيمة بالباينوري وهل عدد القيمة واحد اللي موجودة في هذا الباينوري فاليو هل هي قيمة فردية او زوجية هذه يسموها الPاريتي وهي مهمة في بعض التطبيقات وبالتالي الPF هذا يقول لك هل مثلا رجيستر معين او عملية معينة خرجتنا باريتي فلاك يعني عدد اللي بيت اللي موجودين بواحد هو فردي او زوجي لأنني ما تعبناش كثير لكن نعرفوا انه PF معنىها باريتي فلاك ZF معنىتها زيرو فلاك يعني مش معنى زيرو فلاك يعني مش معنى زيرو فلاك يعني اجمعت عددين والنتيجة كانت صفر فهذا زيرو فلاك رح يكون قيمته واحد إذن رح يكون قيمة واحد إذا كان مثلا قمت بعملية ما وين النتيجة التحكمت صفر وهذا عنده مثلا نوع من تطبيقات مثلا إذا حبينا نقارنه بين مثلا نقارنه هل عددين متساويين فالبروسيسور عادة ما عندوش يعني مثلا إذا حبيت دير هل X يساوي Y أو X يساوي Y مثلا فمو شرط أنه البروسيسور يكون عنده يعني يكون عنده عملية خاصة بالمقارنة تستطيع تستخدم X-Y تستطيع أن تستخدم هذه النتيجة إذا كانت تساوي صفر معنى تارها متساويين وبالتالي هذا ZF أو Zero Flag يعني تقدر تستعمله في هذا الشيء تنقص X من Y تنقص أو تدير عملية طرح ثم تشوف هل طرح هذا نتيجته كانت صفر إذا كانت نتيجة صفر معتها تستنتج المباشرة أنه هذين القيمتين رام متساويين إذن هذا تدور مثلا ZF أو Zero Flag يعني بالفرنسي يسمى معناها في بعض الأحيان تقوم بعملية حسابية وإنه يكونوا الأرقام كبار كثير وبالتالي النتيجة تكون أكبر من عدد البيت نسمح بها فبالتالي CPU يقول لك أو المعالج يقول لك باللي عندك في المكان الفلاني أو في العملية الفلانية إذن هذا يسمى بالفلاق ريجستر مختصار هو عبارة على ريجستر يعطينا الحالة بتاع المعالج في لحظة معينة فقط هنا عني ما قدرتش يعني فقط هزيت مثال توضيحي لأنه فيه تسعة أنا ذكرت واحد اثنين ثلاثة اربعة فقط من بين تسعة لكنه في الحقيقة فيه تسعة يعني فيه ستعاش مبيت والفلاق هو عبارة تسعة وبالتالي كل واحد يقدر يرجع يعني في الانترنت دير يخرج لك جميع الفلاق اللي موجودين فيه لكن احنا فقط الهدف هو ان نفهمه شنقصده بستاتيوس ريجستر او بالفلاق ريجستر او ريجستر او ريجستر دوترابو او ريجستر ديتا حازب ذلك التسمية كيفاش نسميه في الميبس ما هوش موجود بالفلاق ريجستر لكن يعوض عنده ما يقابله يعني هذا تفصيل ما نشعر ندخله فيه الان بعد ما تعرفنا على الريجستر او الفلاق ريجستر النوع المنقب الأخير هو ما يسمى بالانستركشن ريجستر اي ار لاحظوا هنا فرق بين ال اي ار وال بي سي يعني الانستركشن ريجستر والبروغرام كاونتر قلنا ان البروغرام كاونتر هذا فيه عنوان التعليم الموالية يعني فيه دائما العنوان التعليم اللي رح تتنفذ من بعد ال اي ار هو ما يسمى بالانستركشن ريجستر فيه قيمة التعليمة او فيه يعني فيه القيمة لتمثل التعليمة اذا لما نقرأ التعليمة لما تكون في الذاكرة تكون واحد صيفر صيفر واحد واحد الاخير تكون بالباينوري فلما تنتقل الى المعالج توضع في هذا الرجيستر يسمى الانستركشن ريجستر اذا وش معنى هنقول وقيمة التعليمة يعني ما معنى قيمة التعليمة نحظوا انه المعالج يقوم بمجموعة من العمليات الحسابية او مجموعة من العمليات عفوا فكل معالج عنده مجموعة من العمليات الان كيف المعالج يعرف انه انت حب مثلا تقوم بعملية جمع او بعملية طرح او هذي ما نسموه احنا بالانستركشن اللي موجودة في البرنامج فبالتالي ما هي انستركشن لما نقوله انستركشن موضوعة في ال اي ار تقسم عادة الى اه يعني الى اه الى اجزاء يعني هذا اللي هو مثلا ايت بيت نفرض انه عندي بروسيسور او معالج في ايت بيت فالتعليمة رح نقسمها الى ثلاث اجزاء الاول هو ال او بي كود او منسمحنا ال او بي كود يعني اللي هو اه كود التعليمة او رقم التعليمة 4001 نقص بحيات الجمع ال 4001 law 115 طرح 00111 نقص بحيات الضرب الى اخير او logo كل تعليمة لها هذه بي واضافة الى الآن لان مي الاشيح انه تقول للمعانج ان يسumes بعملية الضرب يجب انك تقوله اني احب ان تقوم بعملية الذرب من عتم اي زيزلة الفلاني مع والتنسي جميع bu establish مع الأوبراند رقم واحد إذن هذا المعامل الأول والمعامل الثاني الأوبراند الثاني فمثلا هذه نقدر نفسرها على أساس أنه هي add add $0 register 0 مع register مثلا register رقم 2 يعني هذه معناها add register 1 مع register 2 أجمع register 1 مع register 2 معناها أجمع هذه الأعد جبناها من هذا المكان و register 1 جبناها من operand من هذا الكود لاحظوا قيمة 00 تمثل register 1 وعفوا أن هذه تخص register 1 operand هذا يعني قمنا هذه قيمته و register الثاني هي هذه قيمته إذن هذا هو ما يسمى بال instruction إذن هذه هي التعليمة تعليمة فيها op code فيها operands فيها op code فيها operands كامل مجموعين في قيمة بالنظام الثنائي أو binary value تمثل instruction بشكل عام وبالتالي ER هو موجود داخل المعالج فيه قيمة التعليمة اللي هنتكلم هنتكلم عليها بالتفصيل في الدرس القادم اللي هو ما يسمى أو درس واحد من درس القادمة اللي هو ما يسمى بال instruction أو execution cycle يعني instruction execution cycle أو دورة تنفيذ التعليمات داخل المعالج ورح نتطرقه بالتفصيل على دور ER ودور register الآخر هذا ER نعود دوره هو تخزين التعليمة الحالية اللي رأنا ننفذه فيه آخر register هو ما يسمى بال address register وهذا register فقط هو دوره تخزين العنوين يعني لما نحبو نقرأه معلومة في الذاكرة نوضع address تحفي address register لقراءتها أو الكتابة فيها إذن هذا كملخص هو أنواع register اللي موجودة داخل المعالج نتمنى نكون نكون وغطينا أغلب المعلومات أو أغلب التفاصيل الخاصة في أشياء رح تتكرر معنا في الدروس اللاحقة كمثلا هذا رح نتعبدو نتركوه لما نتكلمه بالتحديد على لكن نتمنى نكون وغطينا كل شي عنده علاقة كيف تصمم أنواحهم وظيفتهم إلى آخره نتمنى أنكم تكون فهمتوا دورهم ونتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الدرس أي أسئلة أي ملاحظات يعني رحبوا بها ونتمنى لكم الاستفادة القصوى من هذا الدرس شكرا على المتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا